رغم مرور سبعة أعوام من دخول لعبة التاكواندو على محافظة المهرة وما حققته من إنجاز إلا أنها لا تزال تفتقر لأبسط الإمكانيات وتعيش في مرحلة متأخرة مقارنة بالمحافظات الأخرى تحديات لم تمنع عشاقها من الالتحاق ببرنامجها التدريبي هنا بمديرية الغيظة لتنمية قدراتهم على الفنون القتالية المتنوعة هناك يواقع هنا بعض الصعوبات وبعض الأمور التي تصعب علينا كلاعبين وكمدرب أن نرتقي بالفريق إلى المرحلة المطلوبة اللائقة بالنادي واللائقة بالمحافظة التي هي نقص بعض الأدوات وليس نقص المكان الرياضي أو الصالح أو المكان المحدد ليس المكان المطلوب أو المكان الذي يؤهل وأنه يصبح لاعبين عشق هؤلاء لممارسة هويتهم المفضلة منذ سن مبكر وخوض منافساتها للدفاع عن النفس لم تتوقف على فترة معينة بل تمتد لعدة سنوات من الاستمرارية في اللياقة البدنية والمهارات للاستعداد لأي مشاركات بعد أن حققوا إنجازات كبيرة في السنوات الماضية خلال مشاركاتهم في بطولات الجمهورية أدلي في هذا النادي من 2016 منذ بداية تأسيس لعبة التكوندو فدخلت عبارة عن ليس كان شغف لكن من فضول بدخول هذه اللعبات المهرة كأول مرة دخلت من باب الفضول ولكن عندما علمت بمبادئها وأساسها ومحتوى أهل الثقافي والبدني تعلمت منها أخلاق وقوة ودفاع على النفس بدأت اللعبة من 2017 وأبدأت في قوانب اللعبة مثل القتال والسفن كوري والتكسير ورغم الإمكانيات المحدودة والجهود الذاتية التي يبذلها المدربون وتأخر تشكيل اتحاد التكوندو بالمحافظة إلا أن الأندية تواصلوا جهودها التدريبية آملة من وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بتوفير المعدات والأماكن الخاصة بهذه الرياضة لتحفيز المتدربين بما يمكنهم من تمثيل المحافظة بصورة مشرفة خلال البطولات القادمة أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرى ترجمة نانسي قنقر